باتت المضاربة التي ساهمت في ارتفاع أسعار المساكن في إسرائيل إلى مستويات غير مسبوقة وأثرت خصوصا على الطبقات المتوسطة أهم موضوع في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية التي ستنظم في السابع عشر من آذار مارس وقد فشل نتنياهو في كبح جماح زيادة الأسعار التي ارتفعت بنسبة 55% في 6 سنوات بحسب أرقام رسمية وكانت أزمة السكن أدت إلى اندلاع حركة احتجاج شعبي غير مسبوقة في صيف العام 2011 مع نزول مئات ألاف المتظاهرين إلى الشوارع وقاموا بنصب خيم على شارع روتشيلد الراقي في تل أبيب وفي محاولة للحد من ارتفاع الأسعار فإن الأحزاب المتنافسة قدمت رؤيتها لحلول لمشكلة السكن بينما خصص الوزير السابق المنشق عن حزب الليكود موشي كحلون الذي أسس حزبا يمينيا وسطيا جديدا باسم كلنا حملته الانتخابية للحديث عن السكن